بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء في مفتتح شرح كتاب الجامع في صفة الوضوء لبيان الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المتعلقة بهذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء نسأله جل في علاه أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات سمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الأول من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في شرح كتابه المسمى الجامع في صفة الوضوء قال حفظه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله طهر قلوب أهل الإسلام بتوحيده جل وعلا والإخلاص له وأمرهم بتطهير أبدانهم بصفة مقصوصة لصلواتهم وجعل المحافظة على الوضوء من دلائل الإيمان ورتب عليه الأجور العظيمة أخرج أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب ولا صلاة إلا بوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبغ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولما كنت قد انتهيت من كتابي الجامع في صفة الصلاة فأردت أن أجعل للوضوء رسالة خاصة تنتظم المطالب التالية نعم الطهارة يا عباد الله طهارتان طهارة معنوية وطهارة حسية والمؤمن يتحصل له بإيمانه الطهارتان الطهارة الحسية والطهارة المعنوية أما الطهارة المعنوية فطهارته من الشرك والبدعة والخرافة فهو يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له طاهراً من ما يلحق العبد به إذا ارتكبه من الخبث والنجاسة بعبادة غير الله جل وعلا فطهارة القلوب طهارة معنوية وطهارة القلوب بأن تكون هذه القلوب عامرة بتوحيد الله جل وعلا وخشيته وطاعته وأن يعبد العبد ربه وحده لا شريك له لا يعبد مع الله غيره لا ملئكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً لا يطف بقبر ولا يعبد حجراً ولا شجراً ولا يعتقد في مخلوق أنه يملك من قدرة الله شيء فإن الملك كله لله الخلق خلقه والأمر أمره فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له لا يتبرك بأحجار ولا أشجار ولا قبور ولا أوثان ولا أضرحة لا يطوف إلا بالكعبة لا يطوف عند قبر فلان أو فلان ولو كان من أتقى الناس بل لو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القائل اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يعبدونها من دور الله جل وعلا يطوفون بها يتمسحون بها يدعونها أو يدعون الله عندها متبركين بأصحاب القبور الذين لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع والطهارة الثانية هي الطهارة المعنوية بطهارة الأبدان بطهارة الأبدان من الأنجاس ومن الأحداث من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية وهي الحدث فهذه الطهارة التي جاء الشارع بالأمر بالوضوء والغسل عند مقتضاه لطهارة البدن الطهارة الحسية من الأنجاس والمعنوية من الأحداث ولا يكون الإيمان إلا بالطهارة الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والصلاة شطرها الثاني وما كان الله ليضيع إيمانكم فالإيمان نصفان نصف طهور طهارة ونصف صلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالوضوء من أعظم العبادات وأجلها لأنه مرتبط بأعظم أركان الدين بعد الشهادتين بعمود الدين عمود الإسلام الصلاة التي هي أهم شيء من أمر العبد بعد توحيده لله رب العالمين ولما قد من الله علينا فأكملنا شرحا الجامع لصفة الصلاة ناسب أن يأتي بعد ذلك بيان الجامع في صفة الوضوء نعم قال شيخنا حفظه الله ولما كنت قد انتهيت من كتاب الجامع في صفة الصلاة فأردت أن أجعل الوضوء رسالة خاصة تنتظم المطالب التالية الأول تعريف الوضوء لغة واستلاحة الثاني متى فرض الوضوء الثالث هل الوضوء من خصائص هذه الأمة الرابع فضل الوضوء الخامس شروط الوضوء السادس واجبات الوضوء السابع سنن الوضوء الثامن صفة الوضوء الكامل والمجزئ التاسع نواقض الوضوء العاشر المسح على العمامة الحادي عشر ثم ختمت الكتابة بجمع لصفة الوضوء من كلام شيخنا عبد العزيز بن بازي رحمه الله وقد سرت في هذا المؤلف على نحو ما سرت عليه في كتاب المشار إليه أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به ويجعله ذخراً وأن يجد القارئ له الفائدة وصلى الله على نبينا محمد المطلب الأول تعريف الوضوء لغة واستلاحاً الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال يقال رجل وضيء وامرأة وضيئة ويقال وضوء الإنسان يوضع وضاءة ووضوءاً إذا حسناً فهو وضيء قال ابن منظور رحمه الله يقال توضأت أتوضأ توضأ ووضوءاً وأصل الكلمة من الوضاءة وهي الحسن ويقال وضوء ووضوء فالأول للفعل والثاني للماء المستعمل فيه قال القاضي عياض إذا كان المراد الماء المستعمل في ذلك فبالفتح وإذا أردت الفعل فبالضم وقال الخليل الفتح في الوجهين ولم يعرف الضم وكذلك عندهم الطهور والطهور والغسل والغسل وحكى الأصمعي غسلاً وغسلاً معاً قال ابن الأنباري والوجه الأول يعني التفريق هو المعروف والذي عليه أهل اللغة الوضوء في اللغة من الوضاءة وهي الحسن والجمال ويفرق بين الوضوء والوضوء بالضم للفعل بالضم للفعل فتقول وضوء يعني أتوضأ وبالفتح الوضوء وضوء يعني الماء المستعمل نعم قال شيخنا حفظه الله وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بقولهم غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح ربع الرأس وعند المالكية طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص وعند الشافعية أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية والوضوء عند الحنابلة استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وهذه التعاريف متقاربة تجتمع في اختصاص الوضوء بأربعة أعضاء على صفة مخصوصة ليدخل فيها الترتيب والموالاة والتصريح بقصد رفع الحدث وهو قول الجمهور كما سيأتي والوضوء في عرف الشارع إذا أطلق فالمقصود به التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس ومنه الأذنان والرجلين بصفة مخصوصة على ما سيأتي بإذن الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي إلا والمراد به الوضوء الشرعي وقال رحمه الله الوضوء الشرعي هو الذي تصح به الصلاة وما سوى هذا لا يدخل في نصوص الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذي أثنى عليه وحث عليه انتهى كلامه والحكمة في تخصيص الأعضاء الأربعة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة فأمر بغسلها ظاهرا فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأم فابتدأ بالمضمضة فابتدأ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة إذ غيره ربما سلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا ثم الأنف ليتوب عما يشم به ثم الوجه ليتوب عما نظر ثم باليدين لتتوب عن البطش ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة ثم بالأذن لأجل السماع ثم بالرجل لأجل المشي ثم أرشدهم بعد ذلك لتشديد الإيمان بالشهادتين أما الوضوء في اصطلاح الفقهاء فهو فعل مختص بالأعواء الأربعة باليدين بالوجه واليدين والرأس والرجلين والترتيب والمولاة مستملة على هذا الوضوء مستمل على الترتيب والمولاة لما سيأتي مع النية وإذا أطلق الوضوء فلا يعرف في الشرع إلا بهذا الأمر الذي أمر الله به وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلا يعرف في الشرع معنى لكلمة الوضوء إلا هذا وقد جاءت تخصيص لهذه الأعضاء الأربعة لسرعة حركتها في المخالفة فاحتاجت إلى تطهيرها وكان أول ما يحتاج إلى الطهارة الوجه لأن فيه اللسان وفيه العينان وفيه الأنف وهذا يدل على أن الطهارة تكون طهارة معنوية وحسية كما جاء في بيان فضل الوضوء وسيأتي الإضاح له بأن الذنوب تتحات وتخرج من كل بدن من من كل عضو من أعضاء البدن الذي يدخل في الوضوء يخرج منه كل ذنب ارتكبه بهذا العضو من أعضاء البدن فالحمد لله على فضله وأن جعل للعبد من الأسباب التي يحصل بها تكفير الذنوب ومحي السيئات ورفعة الدرجات وإقالة العثرات فإن الله تواب يحب التوابين وعفو يحب العفو وغفور يحب ويتفضل بالمغفرة على عباده نعم قال شيخنا حفظه الله المطلب الثاني متى فرض الوضوء قال ابن عبدالبر رحمه الله معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء فكما أنه معلوم عند جميع أهل السيار أن النبي صلى الله عليه وسلم افترضت عليه الصلاة بمكة والغسل من الجنابة وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة ومثل وضوئنا اليوم وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند انتهى قال شيخنا حفظه الله فالمتفق عليه كما نقل ابن عبدالبر رحمه الله أن الوضوء كان معروفا بمكة وقد دل عليه ما أخرجه أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا بالله والعز ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارق حتى نقتله قال حتى نقتله قال فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبهم من دمك قال يا بنيه أدني وضوء وضوء فتوضى أدني وضوءا أدني وضوءا فتوضى ثم دخل عليهم المزد فلما رأوه قالوا هو هذا هو هذا فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهة الوجوه قال فما أصابت رجلا منهم حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا قال شيخنا حفيظه الله لكن وقع الخلاف هل كان الوضوء مشروعا آنذاك على سبيل الندب أو الوجوب فذهب الجمهور إلى أنه فرض في مكة مع الصلاة وهو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء لم يفرض إلا بالمدينة وهو اختيار وابن حزم والصنعاني وغيرهما أما متى وقع متى فرض الوضوء فإن الصحيح من قول العلماء أن الوضوء قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم الله مع فرض الصلاة وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقع وقع ربه جل وعلا ففرض عليه الصلاة في يوم المعراج ففرض الوضوء مع فرض الصلاة وعرف ذلك ومن أدلة أن الوضوء كان معروفا ما جاء في حديث تعاهد كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد رأوه فقال لفاطمة ادني مني وضوئي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الوضوء معروف وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فهذا هو الصحيح أن الوضوء قد فرض في مكة مع الصلاة نعم قال شيخنا حفظه الله قال ابن حجر رحمه الله واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إجاب النية في الوضوء وتمسك بهذه الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرض في الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم وقال الحاكم في المستدرك وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة ثم ساق حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال ائتوني بوضوء فتوضأ الحديث قلت وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حين إذ وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة ورد ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغاز التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسل ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله فإن قيل إن آية الوضوء مدنية فالجواب لا خلاف بين العلماء أن الآية مدنية كما تقدم ذكره في سورة النساء وأنها نزلت في قصة عائشة كما أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير مثلو ولذلك قال علماؤنا إن الوضوء كان بمكة سنة معناه كان مفعولا بالسنة فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا انتهى كلامه وهذا هو الصحيح أنه قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلم يفرض الوضوء إلا فرضا ولم يكن مندوبا ثم كان فرضا فقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال قال شيخنا حفظه الله المطلب الثالث هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في الأمم السابقة وإنما اختص الله الأمة المحمدية بالغرة والتحجيد يوم القيامة قال ابن مفلح رحمه الله معلقا على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء المرسلين من قبلي وعلى هذا لا يكون الوضوء من خصائص هذه الأمة وقاله أبو بكر بن العربي المالكي وغيره وقد يحتمل أن يكون هذا المتن حسنا لكثرة طرقه وقد ذكر بعض أصحابنا التيمم من خصائص هذه الأمة للخبر الصحيح فدل أن الوضوء ليس كذلك وقاله القرطبي المالكي وغيره وعلى هذا يكون المراد بخبر أبي هريرة إن أمة يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء أنه ممتاز بالغرة والتحجيل قال ابن حجر رحمه الله واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء وقد صرح بذلك في رواية وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا أنه قال سيما ليست لأحد غيركم ولهم من حديث حذيفة نحوه وسيما بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه والاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بإطلاق أو أنه خاص إلى بقية الأمم دون أنبيائهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوضوء من خصائص أمة محمد كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء وأن الرسول يعرفهم بهذه السيمة فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهم والحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاقتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولكن لم يكن لهم تيمم ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر والوضوء انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله والصحيح والله أعلم أن مطلق الوضوء مشروع في جميع الأمم في جميع الأمم لكن الوضوء بصفته المعروفة هو من خصائص الأمة المحمدية كما أن ظهور آثار الوضوء يوم القيامة بالغرة والتحجيل من خصائصها أيضا الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصفته المعروفة وإن كان مطلق الوضوء الوضوء قد كان معروفا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر سارة زوج النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن إبراهيم توضى وما جاء عن في قصة جريج وغير ذلك مما يدل على أن الوضوء في مطلقه قد كان معروفا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الوضوء بالصفة المعروفة بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين أن هذا كان أن هذا مختصة به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ظهور آثار الوضوء بالغرة والتحجيل هي علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من سائر الأمم فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغرة في رؤوسهم وبالتحجيل في أيديهم يميزهم بها عن غيرهم من الأمم وهذا من خصائص هذه الأمة من خصائص هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام بالغرة والتحجيل نعم قال شيخنا حفظه الله المطلب الرابع فضل الوضوء للوضوء شعن عظيم وقد وردت في فضائله جملة من النصوص الشرعية ومنها أولا قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث ففيه مشروعية الطهارة مطلقة لأن الله يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهارة مطلقة شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه الوضوء ولذلك ينبغي للمسلم إذا توضأ أن يستشعر أنه يتعبد لله بهذا الوضوء فإن فيه تطهير البدن الطهارة الحسية من الأنجاس والأحداث وفي هذا ما يحبه الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فستشعر أن الله يحب هذا العمل لأن فيه طهارة والله يحب المتطهرين وفيه الاستجابة لأمر الله لأنك بهذا الأمر أي بالوضوء تتعبد ربك جل وعلا بما شرع نبيك صلى الله عليه وسلم وأن هذا الوضوء طهارة والطهور شطر الإيمان وقد ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذه الفائدة في جملة فوائد عديدة ذكرها رحمه الله في تفسيره لآية الوضوء في سورة المائدة الآية السادسة آية الوضوء في سورة المائدة ذكر احدى وخمسين فائدة من فوائد الآية استنبطها رحمه الله باستنباط عجيب بديع يدل على سعة فقه هذا الشيخ رحمه الله فلتراجع فإن فيها فائدة عظيمة ذكر إحدى وخمسين فائدة على هذه الآية الواحدة آية واحدة وهي الآية السادسة من سورة المائدة في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية نعم قال شيخنا حفظه الله الثاني أخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان قال ابن الجوزي رحمه الله الطهور ها هنا يراد به التطهر والشطر النصف وكأن الإشارة إلى الصلاة وأنها لا تصح إلا بالطهارة فكأنها نصفها وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله يوضيع إيمانكم الثالث أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء قال المبارك فوري رحمه الله قوله أبواب الجنة الثمانية أي تعظيما لعمله المذكور وإن كان الدخول يكفي فيه باب واحد الرابع وأخرج مسلم من حديث عمر بن عمبسة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف ذحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلِ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّاً صَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الله أكبر هذا حديث عظيم وهو من جملة أحاديث فضلي الوضوء وما جاء في ذلك من أحاديث فإن المسلم إذا توضأ وأسبغ وضوءه ثم تشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً عبد الله ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ثم جاء هذا الحديث العظيم حديث مسلم فيه بيان أن من أعظم أسباب تكفير الذنوب الوضوء فإذا غسل وجهه وابتدأ فتمضمض واستنثر خرت خطاياه من وجهه وفيه وخياشيه منه وإذا غسل وجهه خرت الخطايا من وجهه من أطراف لحيته مع الماء وكذلك إذا غسل يديه إلى المرفقين خرت الخطايا خطايا يديه من أنامله مع الماء وإذا مسح رأسه خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء وإذا غسل قدميه إلى الكعبين خرت الخطايا خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإذا قام فصلى وحميد الله أثنى عليه ومجده وفرق قلبه لله إن صرف من خطيئته كيوم وكهيئته يوم ولدته أمه نقيا من الخطايا فإن العبد يولد ولا خطيئة عليه فيعود كيوم ولدته أمه كهيئته يوم ولدته أمه نقيا من الخطايا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعلى العبد أن يستشعر فضل الله عليه ونعمة الله عليه وأن يستشعر هذا الفضل لهذه العبادة العظيمة الجليلة نعم قال شيخنا حفظه الله الخامس أخرج أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عز وجل وقد ينتقد وضوءه ولا يدري به أحد فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمن انتهى السادس أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب فكيف الظن بالواجب انتهى كلامه السادس أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء حيث يبلغ الوضوء قال ابن قال ابن قال ابن الملك رحمه الله قال الطيبي ضمن تبلغ معنى يتمكن وعدي بمن أي تتمكن الحلية من المؤمن مبلغا يتمكنه الوضوء منه وقال أبو عبيد الحلية هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء وقال غيره هو من قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب الثامن أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط قال الزرقاني رحمه الله قوله إسباغ الوضوء أي إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء قال تعالى وأسبغ عليكم نعمة أي أتمها وأكملها عند المكاره جمع مكرهة بمعنى الكره والمشقة قال أبو عمر هي شدة البرد هي شدة البرد وكل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضوء قال عبيد بن عمير من صدق الإيمان وبره من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء على المكاره ومن صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها لا يدعها إلا لله وقال الباجي ومن المكاره شدة برد وعلة جسم وقلة ماء وحاجة إلى النوم وعجلة إلى أمر مهم وغير ذلك انتهى كلامه قال ابن رسلان رحمه الله وفائدة هذا أن الجنة لا تنال إلا بارتكاب المكاره وقطع مفاوزها والصبر على مرارة ما تكرهه النفس انتهى كلامه رحمه الله هذه جملة من النصوص التي تبين فضل الوضوء ومن أعظمها أن المحافظة على الوضوء من علامة الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لأن الوضوء سر بينك وبين ربك لو انتقض الوضوء لا يعلم بذلك إلا أنت بعد علم الله جل وعلا فمن الذي يحمل الإنسان على أن يجدد وضوءه ويتوضى إذا انتقض وضوءه إلا إيمانه فهذا مما يدل على أن الإيمان قد استقر في القلوب ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ومن الأدلة أيضا على فضل الوضوء وهذا الحديث من أعظم الدلائل على فضل الوضوء أن الأمة يوم القيامة يدعون غرًا محجلين من آثار الوضوء من علامات الوضوء قد أثر الوضوء في الجباه وفي اليدين في معرفة أتباع هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ومن فضاء الوضوء أنه من أعظم كما بينا أسباب الخطايا ورفعة الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره إسباب الوضوء على المكاره على ما يكرهه الإنسان إما شدة برد أو محبة نوم أو لشغل يشغله إلا أنه اشتغل بالوضوء عما عن غيره مع كراهيتي هذا الإنشغال لولا أنه كان من أمر الله فقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تشتهيه نفسه وتهواه نفسه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباب الوضوء على المكاره وكما قال ابن رسلان الجنة لا تنال إلا بارتكاب المكاره وقطع مفاوزها والصبر على مرارة ما تكرهه النفس نعم قال شيخنا حفظه الله المطلب الخامس شروط الوضوء الشروط جمع شرط والشرط بالتسكين إلزام الشيء والتزامه وهو الذي يجمع على شرائط وشروط فيقال شرائط الصلاة وشروطها وكلاهما مستخدمان عند الفقهاء والشرط بالفتح العلامة ويجمع على أشراط كما قال سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها يعني علاماتها يعني علاماتها وفي الاستيلاح ما يلزو من عدمه العدم ولا يلزو من وجوده الوجود ولا العدم لذاته والشرط هو أحد أقسام الحكم الوضعي وشروط الوضوء عشرة بالاستقراء قال شيخنا بن بازر رحمه الله شروط الوضوء عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله الأول الإسلام فلا يصح الوضوء من الكافر لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر لأن الكفر محبط للعمل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وخلاف العلماء في هذه المسألة هل الإسلام شرط صحة أم شرط في الوجوب لفظي فهو في الحالين غير مقبول منهما وهو مبني على مسألة أصولية معروفة وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا نعم للوضوء شروط ذكرها العلماء وهي عشرة أولها الإسلام فلا يصح الوضوء من كافر لأن الكفر محبط للعمل نعم الثاني العقل فلو توضأ المجنون ثم آفاق لزمه الوضوء للصلاة لأن وضوءه الأول فعله وهو فاقد الأهلية ولم تكن له نية معتبرة ولابد من العقل وهو الشرط الثاني فلا يصح من المجنون نعم الثالث التمييز وذلك أن الصلاة لا تصح إلا من مميز فكذلك شرطها لا يصح إلا من مميز والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وضابط التمييز في السن أن يبلغ سبع سنين لحديثي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن عمر بن سلمة أما قومهم وهو ابن سبع سنين وضبط بعض أهل العلم التمييز بالعلامات فقيل هو الذي يعقل أن البيع سالب والشراء جالب ويعلم الغبن الفاحش من اليسير وقيل الذي يعقل أن الطاعة يثاب عليها وأن المعصية يعاقب عليها وقيل أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقيل إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب وضبطه بالسن أولى كما تقدم الثالث التمييز وهو من سن السابعة لأن الصلاة لا تصح إلا بممييز نعم الرابع النية وهي شرط في كل عبادة وهي لغة القصد والعزم وهي لغة القصد والعزم وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى والمقصود من النية ها هنا علم الفاعل بما يفعله وقصده له واشتراق النية لصحة الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وهو قول الجمهور أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي للصلاة وهذا هو معنى النية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نعم أيضا الرابع لا بد من النية للوضوء فلو قام إنسانا ثم لأنه متعود أنه إذا أتى إلى المغسلة توضى لكن لم ينوي الوضوء وإنما تذكر أنه يتوضى مثلا عند غسله ليده بعد غسل وجهه فإن هذا الوضوء لا يصح لا بد أن يسبق فعل الوضوء النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هذا يدل على إرادة الصلاة فلابد من وجود النية نعم قال شيخنا حفظه الله أعلم أن النية على قسمين الأول نية المعمول له وهي التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها وهي التي يكثر الحديث عنها في كلام السلف المتقدمين وأرباب السلوك ويراد بها تمييز المقصود بالعمل هل هو الله وحده أم غيره وهذا هو الإخلاص الذي هو أحد شرطي قبول العمل والآخر هو المتابعة الثاني نية العمل وهي التي يتكلم عنها الفقهاء وهي المرادة هنا وشرعت النية لأمرين عظيمين نعم النية على قسمين نية المعمول له أن تنوي بالعمل وجه الله وكل ما ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النية وحيانا الإرادة وبالفاظ تقارب ذلك وجاء في كتاب الله بغير لفظ النية من الألفاظ المقاربة لها إنما هو إرادة العمل لله جل وعلا أنك تكون أن تكون بعملك هذا متقربا إلى الله تبتغي وجه الله تعمل العمل لله وهذا أحد شرطي قبول العمل فإن العمل لابد له من شرطين الأول أن يكون لله الثاني أن يكون العبد فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله الثاني نية العمل العمل الذي تقوم به وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في اشتراطه في صحة العبادة التي تعملها من أعمال يتقرب بها العبد إلى ربه نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله وشريعة النية لأمرين عظيمين الأول تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد يكون للاعتكاف وللاستراحة وغسل أعضاء الوضوء يكون للتعبد أو للتبرد ولا يميز بينهما إلا النية الثاني تمييز مراتب العبادات كالصلاة ركعتين تكون للفرض كصلاة الفجر وتكون للسنة الراتبة كنافلتها وتكون للنفل المطلق قال الجويني رحمه الله وفي تفصيل القول فيها أي النية خبط كثير الفقهاء والذي جر في ذلك معظم والذي جر في ذلك معظم الإشكال الذهول عن ما هي النية الذهول عن ما هي النية وجنسها في الموجودات أنتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله أعلم أن النية لازمة لكل عبادة فلا عمل إلا بنية ولا يتصور عمل بلا نية وهي من أعمال القلوب أما الجهر بها عند الوضوء كأن يقول نويت أن أتوضأ لصلاة الفجر أو الظهر أو أن يقول نويت أن أرفع الحدث وما شابه ذلك فهذا من الفعل غير المشروع الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة الصالح وذلك أن النية هي عقد القلب على فعل الشيء لا نطق اللسان بها وقد ذكر شيخنا بن بازر رحمه الله أن النطق بالنية بدعة وأن الجهر بذلك أشد في الإثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نية الطهارة من وضوع أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم انتهى كلامه نعم النية شرعات لأمرين الأول تمييز العبادة عن العادة فالإنسان يجلس في المسجد يستريح وآخر يجلس يتعبد ربه بهذه العبادة على وجه الاعتكاف مثلا مع أن الهيئة واحدة هذا جالس في المسجد وهذا جالس في المسجد ما الذي فرق بينهما النية القلب كذلك الأمر الثاني الذي لأجله شرعة النية تمييز بين مراتب العبادة يصلي إنسان ركعتين وآخر يصلي ركعتين في هيئتها واحدة لكن هذا يصلي راتبة الظهر أو راتبة الفجر وهذا يصلي فريضة الفجر هذا يصلي نافلة مطلقة وهذا يصلي تحية المسجد هذا يصلي سنة الوضوء وهذا يصلي لأجل أن يستخير ما الذي يفرق بين هذه العبادات يميزها النية ثم اعلم أن النية لازمة لكل عبادة لا عمل إلا بنية ولا يتصور عمل بلا نية فهي أي النية من أعمال القلوب ولذلك لا يصح أن يتلفظ الإنسان بها ما يأتي الإنسان إلى الصلاة ويقول نويت أن أصلي يجهر بذلك ويتلفظ بذلك بل النية محلها القلب إذا أراد أن يتوضع لا يجوز له أن يأتي إلى الوضو فيقول نويت أن أتوضى الله يعلم ما في قلبه النية عمل قلبي محلها القلب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تلفظ بهذه النية عند وضوءه أو عند صلاته عليه الصلاة والسلام نعم قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وقال رحمه الله التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فلأنه بدعة وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأنضغها ثم أبلعها لأشبع مثل القائل الذي يقول نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية بلاغ العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا يمكن ما عدم العلم أن تحصل نية وقد اتفق الآئمة على أن الجهر بالنية على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي أن يؤدب تأديباً يمنعه عن ذلك التعبد بالبدأ وإذا الناس برفع صوته انتهى كلامه نعم تلفظ بالنية نقص في الدين لأنك تحدث أمراً لم يحدثه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم القائل من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأين تأتي بالدليل على أن التلفظ بالنية عند إرادة الوضوء أو الصلاة من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر به ولم يفعله ولم ينقل عنه فكيف تتعبد ربك جل وعلا بما لم يشرعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيبدعه كل بدعة ضلالة فهو نقص في الدين وأيضاً هو نقص في العقل كأنك تخاطب من لا يعي ولا يعقل إلا أن تعلمه تعالى الله عما يفعله هؤلاء علواً كبيراً تعلم ربك تقول هذا القول كأنك تخاطب من لا يفهم إلا بمثل هذا الله جل وعلا يعلم ما في قلبك فأنت إذا نويت علم الله نيتك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعم قال شيخنا حفظه الله وقال ابن القيم رحمه الله ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله وتكون النية الواجبة مع بداية الشروع في أول فروض الوضوء وإن تقدمت عليه بزمن يسير فلا بأس على الصحيح وإن قدم نيتهم مع أول سنن الوضوء فهو حسن قال ابن قدام رحمه الله ويجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنها شرط لها فيعتبر وجودها في جميعها فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به ويستحب أن ينوي قبل غسل كفيه ويستحب أن ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فإن غسل كفيه قبل النية فإن غسل فإن غسل كفيه قبل النية كان كمن لم يغسلهما ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير انتهى نعم النية متى تكون تكون مع بداية الشروع بالعمل في أول فروض الوضوء وهو غسل الوجه وإن تقدمت عليه بزمن يسير لتشمل سنن الوضوء ومن سنن الوضوء غسل الكفين وقبل ذلك من سنن الوضوء البسملة وهي واجبة عند الذكر فإذا نوى قبل هذه السنن للوضوء فهذا هو وقتها فإذا تقدمت النية بزمن يسير صحة هذه النية للوضوء ولهذه العبادة نعم قال شيخنا حفظه الله الخامس استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته فلو قطع نيته في أثناء وضوءه بأن بدأ في وضوءه ناوي الرفع الحدث لاستباحة الصلاة فلما بلغ رأسه غمره بالماء وغير نيته إلى التبرد وغسل رجليه لأجل ذلك لم يصح هذا الوضوء ومثله لو انتصف في وضوءه ثم أراد قضاء حاجته فذهب لذلك ولكن لم يخرج منه شيء فإنه لا يبني على بعض وضوءه السابق لأنه نوى قطعة وإنما عليه أن يستأني فوضوءا جديدا أما استصحاب ذكر النية بمعنى أن النية لا تعزب عن باله من بدء وضوءه وإلى نهايته فهذا ليس بشرط الخامس استصحاب حكم النية وليس أن تستمر معه هذه النية في كل وضوءه بل أن لا ينوي قطع النية إذا نوى لا يلزم أن تكون نية حاضرة في كل وضوءه حتى ينتهي إذا نوى الوضوء في قبل الشروع في الوضوء فإنه لا يلزم أن تكون النية حاضرة حتى انتهاء الوضوء لكن يلزم استصحاب النية مش معنى استصحاب النية أن لا ينوي قطعها أن لا ينوي قطع النية كيف ينوي قطع النية لو أنه بدأ نوى الوضوء وبدأ في الغسل ثم قطع الوضوء قال لا أنا بدل أني أتوضى الآن أتوضى بعد مجيء فلان أو بعد وصولي إلى المسجد أو بعد كذا فقطع هنا إن قطعت النية لكن إذا نوى ثم ذهل عن النية حتى انتهى فوضوءه صحيح لأن الشرط ليس أن تبقى النية على ذهنه حتى ينتهي إنما الشرط أن يستصحب حكمها بأن لا ينوي قطعها نعم قال شيخنا حفظه الله قال في الشرح الكبير ومعنى استصحاب حكمها أن لا ينوي قطعها فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها انتهى السادس انقطاع موجب الوضوء أي انقطاع موجب التطهر وهو ما ينقض الطهارة كالخارج من السبيلين وأكل لحم الجزور فلا يصح أن يتوضأ وهو يأكل لحم جزور أو وهو في حال قضاء بوله إلا أن يكون من أصحاب الأعذار ممن حدثهم دائم كما سيأتي الشرط السادس انقطاع موجب الوضوء أي انقطاع موجب التطهر بما ينقض الطهارة كالخارج من السبيلين إنسان في حال بوله لا يتوضى حتى ينقطع البول ينقطع عنه الحدث إنسان يتوضأ أراد الوضوء وبدأ يتوضأ ثم أثناء الوضوء يأكل لحم الجزور عندما يقول بأن لحم الجزور أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فلابد من انقطاع موجب الوضوء نعم موجب الوضوء موجب الوضوء